السلام عليكم و اهلا بكم من جديد على قناتكم قناتنا بالمعلومات على اليوتيوب. في الحلقة اللي فاتت اه عملنا خطوات انشاء موقع احترافة على بلوجر من السفر. وخدنا فيها حلقة اولى اه كبداية يعني. وقلنا ازاي نقدر ننشئ موقع من البداية. وقلت لحضراتكم ان انا همشي معاكم واحدة واحدة. ومشي خبي عنكم حاجة. زي اي اه قناة تانية لما تلاقي مسلا حاجة او ارشافة للموقع بتاعها. او ترافج. تخبع على الزوار او المشاهدين بتاعها على القناة. ولكن انا ان شاء الله في الدرس ده او في السلسلة دي. كل حاجة انا معاكم على الموقع. لحد ما ان شاء الله الموقع يكبر ويبقى عليه تلافك وزيارات من جوجل. اه زي ما احنا ذكرنا كمان ان الموقع اللي كنا انشاناة اه كان فيه مشكلة وكنت قلت لها حضرتكم عليها. ولكن ان شاء الله هنبدأ من جديد على الموقع بتاعنا اللي احنا انشأناه مع بعضينا. وهناخد اه الاعدادات كاملة اه مع بعضينا وهنوركو ازاي تقدروا تنشئوا الموقع باحترافية ويبدأ معاكم يا ارشف المواضيع ويبتدي يجيب زيارات على الموقع. هنبدأ يا جماعة ذكرت لحضركم في الدرس اللي فات ان في الاعدادات في في جسم الاعدادات اللي فاتت ان في في التفضلات البحث ان في حاجات احنا سبناها قلنا هنكملها مع بعضينا في الدروس اللي جاية ولكن هنا لازم عشان تكمل باقي الاعدادات دياتي واقفنا عندها عشان تكملها لازم يكون فيه شروط عشان تفعلها. انا عندنا فعلها هنا لان انا كملت الشروط وهورها لحضركم دلوقتي ازاي تقدر تكمل الشروط دياتي وازاي تقدر تفعل الاعدادات دياتي بالخطيارات الصحيحة. اه وازاي تقدر تعمل الشغل ده على الموقع بتاعك بحاس ان هو الموقع يبقى ماشي معاكم مظبوط ما فيش اي مشكلة. هنبدأ مع بعضينا يا جماعة ولكن قبل ما نبدأ في اه نبدأ في وندخل في الموضوع لو انت اول مرة تشوف في القناة بتاعتنا دي النهاردة بشوف الفيديو ده بتاعنا النهاردة بدعوك بتضغط على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو تفعيل زر الجرس مهم جدا عشان يوصل لك كل جديد حاصري علاقاتنا قناة نبدأ المعلومات هنخش في الموضوع هنيجي يا جماعة زي ما نزكرت لحضراتكم هنا اه ادوات ده ادوات خاصة بادوات مشرف المواقع وهنا همبدأ ملف ملف المخصص ودي علامات روص الصفحة المخصصة للربوط على ما اعتقد يعني ان احنا اخدنا علامات روصصصصصصصصص رابوت في الدرس اللي فات وعمتا احنا هنشرحها تانا هي. على بات رقص الصفحة المخصصة للرابوت زي ما احنا شايفين كده راكزوا معي يا جماعه في الاعدادات الموقع اللي احنا انشأناه. هنيجي على الصفحة الرئيسية. بنختار من عند الصفحة الرئيسية. هنيجي نعلم على قل. وتاني اختيار هنختار تاني مربع. بعد كده على الصفحة الارشافة والبحس. هنيجي نختار تاني اختيار. وبعد كده هنيجي والصفحات زي ما احنا شايفين اول واحدة اول وبعد كده هنيجي على الصفحة على السطر التاني اختار تاني اه اختيار اللي هو تاني مربع نعمل عليها على ما تصح وبعد كده نعمل حفظ التغييرات نحاول على جد مناضل يا جماعة ان الاعدادات دي تتعملها زي ما هي كده ما تغيرش فيها اي حاجة لان لو غيرت فيها اي حاجة بتعمل مشكلة كبيرة جدا على الموقع بتاعك فاحنا هنعمل حفظ على التغييرات دي اه ملف الروبوت ده مرتبط بحاجة هنعملها دلوقتي عشان عشان نعملها اه عشان نفعل اه الملف ده لازم تخلص في حاجة على الصفحة بتاعتك او على الموقع بتاعك ورقالك دلوقتي وادوات مشروفة المواقع معك كمان يعني هما الاختيارين دول اهم اختيارين موجودين على الموقع بتاعنا ولكن قبل ما تدخل انك تعمل تعديل او اه في الملف الروبوت اكس او ادوات مشروف المواقع الاختيارين دول اهم اختيارين في اه جوجل ادسس اه عفوا في الموقع بتاعنا يمكن حد ما فيش حد اخبرك عنهم ولكن في ناس بتدخل بتعمل اه اعدادات الروبوت اكس قبل ما تعمل الاعدادات اللي هي اللازم تعملها قبل ما تفكر انك تفاعل الاختيارين دول اول حاجة جماعة هنيجي هنا على المشاركات زي ما احنا شايفين انا حطيت تسعة تاشر مشاركة طبعا المشاركات دي هاتي من الموقع اللي هو الموقع اللي اتقفل اه انا اسف ان انا برجع المقالات بتاعت زي ما كانت ولكن انا هوريك ازاي تقدر ان شاء الله في الدروس القادمة ازاي تقدر تنشئ اه مقال يعني اه يكون محترم السيون ويكون اه مقال احترافي ازاي تقدر تنشئ الكلام ده ازاي تقدر تنصكه بطريقة جيدة جدا ويزهر في اولى اه اه اولى اه صفحات البحث طيب يا جماعة هنيجي على الاول حاجة هنعملها وزي ما ذكرت لحضراتكم انك لازم تنشئ قبل ما نفعل الاختيارات اللي احنا قلناها لحضراتكم لازم تعمل خمس مقالات على على الاقل في الموقع بتاعك هتيجي على مشاركة جديدة تفتح مشاركة جديدة هنا بتكتب العنوان بتاعك زي ما احنا شايفين طب انا هاخد اخد معاكم لفتة سريعة كده بحيس ان احنا خلنا بالنا هنعمل مثلا عنوان الموقع عنوان التلوينة وبعد كده هنيجي نكتب سطرين تمام سطرين فوق تحت بعض دي المقدمة تمام بعد كده اه طبعا المقدمة اه بتاعة المقالة ما تزيدش عن سطرين ونص بتلخص فيهم المقالة اللي انت هتقولها كلها تشرحها بتحاول تلخص فيها ما تزيدش عن سطرين ونص وبعد كده بتيجي هنا بعد ما تخلصهم بتضغط نقطة هنا على اخر السطرين ونص بعد كده بتنزل بتختار من هنا بتختار على العلامة دي بتخلي الاختيار ده في الوسط بعد كده بتدرك الصورة خاصة بشرح بتاعك اللي انت حابب تقدمه او تعمل به المقالة بعد كده بعد ما تضيف الصورة بتاعتك بتنزل تحت الصورة هنفضل الصورة في المكان ده بعد كده نيجي تحت الصورة بعد كده هنبدأ من اول السطر طبعا الصورة هتبقى موجودة هنا هتكمل التدوينة بتاعتك زي ما احنا شايفين كده كده مسلا هنفترض ان احنا ضيفنا الصورة وبعد كده هنبدأ المقالات بتاعتنا المقال بقى المقال طبعا بقى المقال زي ما احنا شايفين هتاخد آآ على الاقل سبع سطور ولكن في بما بين سطرين ونص بتحط نقطة بعد كده بتنزل تكمل تعمل سطر اتنين طبعا بتكمل السطر الاخر ماشي بعد كده بترجع تعمل نقطة زي ما احنا شايفين اتلاقي المقالة بتاعتك منصقة زي ما احنا شايفين طبعا حسب الشرحة بتاعك بعد كده بتدى تضيف الصور بتاعتك لو فيه صور وتكمل زي ما انت شايف بالطريقة دي ولكن في ناس انا اعرف ان في ناس يعني كتير جدا بتفضل ترس الكلام تحت بعضيه حتى يما يجي الزائر يخش على الموقع بتاعك او التدوينة بتاعتك عشان يراه يلاقي الكلام كتير جدا بيزهق منه ويمشي لما تنصك الكلام وتخلي فيه عازل ونقطة وكده اه اولا يبقى محبوب لدى جوجل لدى محركات بحس وجوجل بتحب ان تشوف منك انك مهتم جدا بالنقط والفواصل اللي هي وسط المقال بتاعك ده بيميز المقالة بتاعتك وكمان بيعمل حاجة اسمها يعني اه تخلي الزائر يخش الموقع بتاعك ما يزهقش ويمشي يقرأ النقطة دياته وبعد كده يرجع يقرأ تلاقي بيقراهم واحدة واحدة ولكن لو انت ملغبط الكلام في كله في بعضيه وكلام كتير اي زائر هيخش هيلاقي كلام كلام كتير جدا محطوط في المقال هزا ومشي يرجع حاجة وهيمشي هيشوف مقالة غيرها يقراها وهلاقي مقالات طبعا كتير جدا منصكها تلاقي يعني بععد عن الموقع بتاعك وها كزا يعني حاول بجدر امكانك انك تنصك المقالة بتاحتك بطريقة اه احترافية ده اول حاجة وبعد كده يا جماعة احنا كده اخدنا اول مقال هنعمل خمس مقالات على الاقل نمسح بس المقال الحاجة اللي احنا عملناها دي هناخد خمس مقالات زي ما انا ذكرت لحضراتكم نكتب خمس مقالات باحترافية زي ما انا قلت لحضراتكم بعد كده هنرجع على المظهر بعد ما كتبنا خمس مقالات بتاعنا لازم لعملنا عرضا للتدوينة بتاعتنا كده هنلاقي عفوا ده ده القالب اللي انا آآ ده طبعا القالب المدفوع بتاع اللي انا اشتريته آآ اللي انا مشتريه وعاما اللي كان على الموقع للاتاخد ولكن انا هوريك دلوقت زي تقدر على تقدر تحصل على القالب ده بطريقة مجانية ونسخة مجانية ومرخصة يعني مية في المية ومش هتاخد عليها حقوق طباعة ولا الكلام ده كله نهائي زي ما احنا شايفين كده قالب احترافي بطريقة كويسة جدا ومنظم تقدر حضرتك تطلع وتعمل اللي انت عايزه في القالب بالطريقة اللي انت شايفها دي هوريك زي تقدر تحصل على القالب ده بكل سهولة هنيجي على الموقع ده موقع ده خاصة بالقالب آآ آآ سيم احنا شايفين بتنزل تحت كده شوية نيجي على آآ النسخة المجانية لو عايزت هتنزل النسخة المجانية هوريك حاجة كده يا جماعة عشان تبقى اواخد بالك منها النسخة المجانية هتشوف الميزات بتاعاتها هاي والنسخة المدفوعة بتشوف الميزات بتاعاتها هاي طبعا النسخة المدفوعة بمش بغالية قوي يعني في حدود عشرة دولار ولكن انت لو مبتدأ وحابب تبدأ بحاجة كده من غير ما تروح تجيب آآ يعني آآ قوالب من مكان تاني مش موصوقة وبعد كده بتعمل لك مشاكل كتير على الموقع بتاعك انا افضل انك تحمل القالب ده آآ لان القالب ده موصوك منه آآ قالب تمام يعني تقدر حضرتك تااااا تحمله بكل سهولة من على الموقع عادي جدا ازاي هتقدر تحمل القالب ده هتيجي على النسخة المجانية تعمل تحميل من هنا تضغط هنا زي ما احنا شايفين كده سكوينز فري النسخة الفري اللي هي النسخة المجانية بتعملها حسنا كده بتنزل معاك النسخة عادي جدا ندخل كده هادي النسخة يا جماعة عمل لسك هي موجودة هنا عند معايا هي زي ما احنا شايفين اهي ده النسخة المجانية من القالب طيب انا حملت النسخة المجانية هنا بيقول لك لو نزلنا تحت شوية شروط لاستخدام النسخة المجانية من لابد من توليد كود تفعيل القالب لكل تدوينة سيتم تركيب القالب عليها آآ بيقول لك ان لك لازم تحصل على كود تفعيل للقالب بتاعك اللي انت محمله طبعا وكل واحد ليه كود معين حسب الايميل بتاعك وحسب التدوينة بتاعتك اللي انت آآ مقدمها طبعا وده الجميل والمميز في القالب ده عن باقي الاوالب اللي هي موجودة في ساحة الانترنت اللي كله بيدزلها وطبعا بتبع عليها مشاكل كتيرة جدا خصوصا يعني ما تيجي تقرش في المقالات بتاعتك بيبقى فيها مشاكل كتيرة جدا يعني فيما بعد اما تقدم على جوجل عشان نحصل على الكود احنا حملنا دلوقتي القالب هنرجع نحمل الكود هنيجي على تسجيل الدخول هنعمل تسجيل دخول زي ما احنا شايفين وننزل تحت كده هنلاقي عمل تسجيل دخول مباشرة بالايميل بتاعي ولكن في حاجة انا عايزة اوضحها لحضراتكم المقالة بتاعتنا او الموقع بتاعنا اللي احنا سجلناه هنا على بلوجر لازم تعمل تسجيل دخول بيه كمان هنا على القالب بتاعنا يعني نفس التدوينة اللي انت سجلت بيها الاميل بتاعها هنا بتاخد نفس الاميل وبتروح تسجل به على موقع عشان تاخد التفعيل بتاع القالب بتاعك. اه بعد من تعمل تسجيل دخول طبعا بيدخلك على الصفحة دي بتنزل تحت كده بعد الحاجات اللي هي مقارنة بين النسختين المجانية والنسخة المدفوعة بتنزل تحتها على طول بتلاقي انك عملت تسجيل دخول زي ما انت شايف كده وبيديك الاميل بتاعك اللي انت سجلت بيه بالشكل ده وبيقول لك المدونات اللي انت فعلتها واحد بيديك انت تلاتة ولكن انا في واحدة انا عاملها تجربية هي وان اه اشغلين عليها ووراها لحضراتكم دلوقتي هنشتغل عليها دلوقتي بيديك تلات نسخ لازم تحملهم يعني بحد اقصى انك تخليهم على الموقع بتاعك وهم تلات نسخ بس انك تقدر تاخد لهم كود تفعيل مفيش اكتر من كده كل ايميل لي تلات نسخ فقط لغير طيب انت سجلت بنفس الايميل بتاع التدوين بتاحتك بتيجي على مدونات جديدة طبعا شايف بظاهر عندك تدوينة زي كده لان انا ضفتها لسه ضايفها من شوية هتعمل مدونات جديدة زي ما حضرتك شايف كده بيظهر معاك التدوينات اللي موجودة على نفس الايميل بتختار التدوينة اللي انت عايز تجيب لها الكود بتاعها او كود التفعيل بتختار اه بتعلمها كده وتعمل عملية تسجيل زي ما احنا شايفين انا عشان مسجلها بيجي لي مسجلة ولكن هنا لو ضغطنا هنا هلاقي هنا اه نبض المعلومات دي التدوينة التانية هتعمل تضغط بس على تسجيل المدونات ولكن هنا هنا حاطت للموقع بتاعي القلب اللي هو المدفوع النسخة نفس النسخة ولكن مدفوعة انت هتيجي تعلم عليها زي ما انت شايف كده بتعلم على الموقع بتاعك وتعمل تسجيل انت بتظهر معاك هنا بالشكل ده بتيجي على آآ علامة المفتاح دي بتضغط عليها بيعمل لك نسخ للكود زي ما احنا شايفين تلقاء اهو عملي نسخ للكود بمجرد ما انت بتضغط هنا بيعمل لك نسخ للكود طيب آآ بعد ما عملت نسخ للكود بتطلح كده بتيجي تفتح تطلع تطلع آآ ورقة كده بتعمل لسك ده الكود التفعيل بتاع القلب بتاعك تعمل له حفظ نخليه هنا جنب القلب بعد كده بندخل على الكود اللي احنا حملناه بتاع القلب تاخده كل تحدد كل الكود اللي جوه الورقة دي تاخده نسخ زي ما احنا شايفين بعد كده بترجع تفتح الموقع بتاعك بالطريقة دي هنختار التدوينة المجانية اللي احنا هنجرب عليها لو جمنا عملنا عرض التدوينة زي ما احنا شايفين كده يا جماعة قبل ما نحط القلب زي ما احنا شايفين دي الافتراضية بتاعة بلوجر هنيجي احنا نعمل آآ هنضيف الكود بتاع القلب بتاعنا نعمل تعديل التي اتش تيم ال وننتظر لحد ما تفتح معنا الليكواد بعد كده نحدد الكل نختار الكل وبعد كده نعمل له دليت مسح وبعد كده بنضغط على لسك طبعا ده الكود اللي احنا جبناه بتاع قالب سيكوينز اللي احنا حملناه بعد ما نضيفه هنا بنعمل عملية حفظ لو عملنا عرض عرض المتدوينة كده لو لاحزنا كده جماعة ظاهر معنا ولكن لو جيت انا اطلع لفوق كده الموقع هيقف معي عليه لانا عايز التفعيل طب هنحط التفعيل ونشغل الموقع ازاي كده خلاص هنعمل كده تاني زي ما احنا شايفين تيجي تطلع لفوق بيعمل لك قالب معطر بيديك واجهة كده قالب معطر ليه لان عايز التفعيل طيب احنا جبنا التفعيل اه جبنا التفعيل وقاريتك ازاي تجيب التفعيل من خلال الاميل بتاع التدوينة بتاحتك وحطناه على ورع طيب هنيجي على التخطيط عشان نفعل الالب بعد كده نيجي على كود التفعيل زي ما احنا شايفين عندي كود التفعيل نعمل تعديل هنا نضغط كده بتنبسك لينا نفزها بالشكل ده. بعد كده هنجيب الكود اللي احنا جبناه نسخ من الموقع. ناخده نسخ بالطريقة دي. بعد كده بنضيفه هنا. لسك. بعد كده تعمل عملية حافز. كده احنا فعلنا القالب لو لو قمنا احنا عملنا كده على نفس الصفحة. عملنا ريفرش. وجينا نطلع وننزل كده في الصفحة عادي جدا مش اقفل معانا القالب. على فكرة يا جماعة هو نفس القالب اللي معايا. يعني بصوا كده. اهو. ما فيش اي حاجة الرجل ما حخافاش عنكم اي حاجة. لو جيت انا على موقع النبض المعلومات اهو. شايفين يا جماعة? نفس كل حاجة. هو بس المقالات اللي انا نضيفها. اوارك ازاي تقدر تنصص كل موقع بتاعك بشكل اللي انت شايف ده وتنشوء الله في الدروس القادمة. اه بعد ما ده ده اه حطينا القالب بتاعنا بالشكل ده وضيفنا المقالات بتاعتنا. طبعا هتضيف المقالات بتاعتك. هتبقى في مقالات هنا. زي ما انا ذكرت لحضرتك. بتضيف خمس مقالات. ويت بتضيف القالب بتاعك بيبقى بالشكل ده. طيب. بعد ما تضيف الحاجتين دول. بعد كده بنروح على الاعدادات عشان نكمل الاعدادات بتاعتنا. هنيجي على تفضيلات البحث. معلش يا جماعة الفيديو طول شوية. ولكن انا بشرح تفصيلا عشان الموقع ده. موقعي يعني الخاص. وقلت لكم ان ان انا هشارك كل حاجة. آآ يعني كل حاجة قدام حضراتكم. هنرجع للموقع نابض المعلومات اللي هو الاساس اللي احنا كنا اشتغلنا عليه. زي ما احنا شايفين كده. بنيجي على اهم اتنين مميزتين احنا سبناه في الدرس اللي فاته و هنشرحهم دلوقت. اولا هنيجي على ملف الروبوتيكس. هنتعمل التعديل. زي ما انت شايف كده انا حاطط ملف روبوتيكس زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ان شاء الله هتلاقي الملف ده اسفل الفيديو في الديسكريبيشن. اهو. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. ده ملف الروبوتيكس. تمام? انت هتيجي من بعد النقطتين دول. وهتيجي لحد اول علامة هنا. عفوا ان في حاجة هنا لازم تشيلها. اهي. زي ما احنا شايفين كده انا بشيل تشيل الموقع بتاعي. اهو. بتشيل الموقع بتاعي بتحط الرابط بتاع الرابط بتاع الموقع بتاعك بالشكل ده. لو انا مسلا الموقع بتاعي بالشكل ده هناخده الرابط نسخ كده. وبعد كده بنرجع على ملف الروبوتيكس بتضيف الرابط بتاعك انت بيبقى بالشكل ده. بس تخلي بالك تحوش العلامة دي. تخلي علامة واحدة بس. مش اتنين. بيبقى بالشكل ده. بعد كده بتاخده نسخ زي ما هو كده. تختار الكل. بعد كده بتعمل نسخ. وبعد كده بترجع على ملف الروبوتيكس بتاعك هنا. بيبقى فاضي بالشكل ده. بيبقى فاضي كده. هنفضيها اهو. بعد كده بتعمل لسك. هنا انت بتفعل كده بتبقى كده لا. بانت عملها نعم. وتضيف الكود بتاع الروبوتيكس زي ما انت شايف كده بعد ما عملت بحطيت رابط الموقع بتاعك. بتاع بعد كده بتضغط على حفظ التغييرات. بنجرد ما بتضغط على حفظ التغييرات بيحفظ معاك عادي جدا. ده اول حاجة. بعد كده نلتاج لحاجة تانية يا جماعة. نعمل بس رفريش للصفحة دي. خلصنا احنا اه عداد ملف الروبوتيكس. هنيجي على اه ادوات مشرف المواقع. نعمل تعديل. هنشوف زي ما احنا شايفين كده بيفتح معاك موقع اه ادوات مشرف المواقع بنجرد ما انت بتعمل تعديل هنا. بتفتح معاك الصفحة بالشكل ده. تمام? هناخد خطوة خطوة مع بعضين يا جماعة عشان تبقى كل حاجة واضحة قدام حضراتكم. اه انا عايز اربط الموقع بتاعي بادوات مشرف المواقع عشان يزبط لي بتاع الموقع. نصيحة يعني بنفس الاميل بتاع الموقع بتاع اللي انا انشأته وجبت بيه القالب. هعمل بيه هسجل بيه هنا في ادوات مشرف الموقع بقى نفس الاميل اهو. تمام? زي هقدر اضيف موقعي في ادوات مشرف الموقع عشان يتقرشف تقرشف المقالات بتاعتي. وتقرشف الموضع بتاعتي. ويتقرشف الموقع بتاعي بطريقة صحيحة. هنيجي هنا. على. هنعمل عرض المدونة. زي ما احنا شايفين. هناخد الدومين بتاعنا كده. زي ما هو فوق كده. او رابط الموقع بتاعنا. بعد كده هندخل على ادوات مشرف المواقع. وهنضيف. هنحطه هنا لسك. زي ما احنا شايفين وهنعمل متابعة. ننتظر. تم التحقق من ملكيته تلقائيا. ليه عملي تحقق في ملكية بسرعة كده يا جماعة? عشان بلوجر معروف. زي ما احنا شايفين اهو. بلوجوز بوت يعني الدومين من بلوجر. يعني بمجرد منطق بتضغط وتحط الرابط من بتاعك لو انت انشأته ومش عامله دومين جدادي ولا اي شركة تاني استضافية. على طول بيعملك تحقيق تلقائي من غير اي مشاكل. بتعمل تم. بعد كده بتيجي هنا. تضغط على تلت شرط ده. بعد كده بتيجي تختار الموقع بتاعك. اهو. زي ما احنا شايفين ده الموقع اللي احنا لسه ضايفين اهو. ما فيش اي حاجة ظهر هنا. ولا اي احصائيات. اواركوا لحضرتكم دلوقتي ازاي تضيف ملفات. طبعا اه اهم ملفات اللي احنا هنضيفها دلوقتي وركز معاه جماعة. بعد ما دخلنا على الموقع بتاعنا هنا على موقع دوت مشروف المواقع. هتلاقي ان شاء الله. ده خلاص ملف الروبو تيكس. هنيجي ملفات. طبعا اهم حاجة في الموضوع. ركزوا يا جماعة. لان دي اللي انا باستخدمها شخصيا للموقع بتاعي. هتحمل الملف دوت ان شاء الله اي حاجة هتلاقيها اسفل فيديو استخدمتها في الفيديو دوت هتلاقيها اسفل فيديو ان شاء الله في الديسكريبشن. ملفات دي اهم ملفات زي ما احنا شايفين. لو لاحظنا هنا جماعة بقولي الارشفة. ارشف لي بقولي العناكب جوجل. ارشف لي من مقالة واحد لحد مية مقالة. طبعا لو وصلت المية مقالة بتقول بتاعي كيسا الموضوع. بتيجي هنا بتقوله ارشف لي من مية مقالة لحد ميتين تلتمية لحد الف زي ما انت عايز. ولكن احنا عشان لسه مبتدئين في المقالات ارشف لي من واحد لمية. وما نوصل لمية مقالة بنعكس الكلام ده بنخلي ارشف لي من مية مقالة وهكذا. يا رب تكون الفكرة وصلت لحضراتكم. هنيجي عشان نضيف ملفات الستماب. هنيجي على ملفات الستماب زي ما احنا شايفين على القائمة الجانبية ونضغط عليها ضغطة كده. بيقول لك هنا اضيف او ادخل عنوان الستماب. هنضيف ملفات مع بعضينا. هنيجي نفتح الملف ده تلقوا ان شاء الله في الديسكريبشي ناس في الفيديو. هناخد اول حاجة اللي تحت. هناخده نسخ كده. ونيجي على اضف ملفات الستماب. هنعمل لسق. بعد كده نعمل ارسال. بمجرد ما نعمل ارسال زي ما احنا شايفين كده تم ارسال الملف بنجاح. هنعمل حسنا كده. لو لاحظنا كده هنلاقي هنا على رقم عشرين. ده العنوين اللي معنا اللي هو آآ المقالات. لو جينا هنا شفنا المقالات اللي عندنا اللي على الموقع. هنيجي على المشاركات. هنلاقي هنا تساعتاشر. ده عدد المقالات. ليه جاب لعشرين. لان في حاجة عن مسودات. في حاجة ما ارشفها من المسودات. طيب. كده عرفنا ان ده تبع المقالات. اللي هو بقول له بديه امر اني ارشف لي المقالات بتحتي. هو دلوقتي بيقول ان في عشرين مقال. تمام? زي ما احنا شايفين ضيفنا اول واحد. تم اضفت بنجاح. هنيجي نفتح الملف مرة تاني. هناخد تاني. هنضيفه. نعمل ارسال. تم ارسال الملف بنجاح زي ما احنا شايفين كده. اهو تساعتاشر مقال. ده ملف. هو ارشف لي بيقال آآ على ناكب جوجل ارشف من واحد لمية. هو دلوقتي بيقول تمت نجاح من واحد لعشرين. هنا المقالات. تمام? تساعتاشر مقال. اهم. بعد كده هنخش مرة تاني. هناخد ده. ناخد نسخ ونضيفه هنا. نعمل ارسال. حسنا زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. عشرين. انا اخد اخر واحدة. اللي من فوق انا اجب تم من تحت الفوق مع ليش يا جماعة. نعمل ارسال. زي ما حضر لكم شايفين كده. انا كده ضفت ملفات الست ماب بتاعتي. طريقة صحيحة. بنصحك انك لازم تحمل الملف ده هوت لان الملف ده هوت خاص كان خاص بالموقع بتاعي. وصراحة يعني كان شغال معايا ما فيش اي مشكلة وكان آآ من افضل الملفات الست ماب اللي استخدمتها في في حياة يعني كلها. عشان كده انا بش خب عنكم حاجة زي ما قلت لحضراتكم وهديكم كل حاجة انا باستخدمها شخصيا على الموقع بتاعي. كده خلاص ضفتنا ملفات زي ما احنا شوفنا. تمام? كل حاجة بقت تمام ورسمنا عملنا خريطة للموقع بتاعنا. هندي حاجة سريعة كده. نرجع اللي احنا عملناه. دخلنا على العددات. آآ عملنا آآ عادة آآ او رسم طريق للموقع بتاعنا على دوت مشريف الموقع. وضفنا مين آآ روبوتيكس. الملف الست بتاعنا اللي هو هنا. ملف ملف الروبوتيكس. ده. غيرنا زي ما مع بعضينا. زي ما انا قلت لحضراتكم الموقع. وحطينا الموقع بتاعنا وحضفنا في ملف الروبوتيكس. وتعدلنا على ملفات آآ رؤوس الصفحة المخصصة. زي ما انا قلت لحضراتكم واكدت لكم. ان لازم العلامات دي تتبقى زي ما هي موجودة. ما تغيرش فيها اي حاجة. وريتك ازاي تحصل على قالب مجانا. قالب سكوينز. وازاي تفعله من الموقع الرسمي بتاعه. بطريقة مجانية. آآ ان شاء الله في الدرس اللي جاي هنتعلم مع بعضين ازاي نقدر نكتب آآ مقالة احترافية. مئة في المئة. يعني تبقى ماشية مع السيو وتحترم السيو. وهاريك انا يعني اصرار كتيرة جدا في كتابة المقال. آآ مع بعضين ان شاء الله في الدرس اللي جاي وريك ازاي بعد ما بتضيف المقالة بتاعتك ازاي تاخدها وتعمل لها ارشافة في ادوات مشرف المواقع اللي احنا لسه مقدمين عليها دلوقتي مزبطين الموقع بتاعنا والارشافة بتاعت الموقع بتاعتنا عليها. ده كان شرحنا نهاردة موضوعنا نهاردة بتنسناش يا جماعة بلايك الفيديو لو عجبك. وانا عارف ان فيه مشاهدات قليلة جدا على الفيديوهات بتاحتي. ولكن انا يعني آآ عندي امل كبير جدا ان المشاهدات دياتي ترفع وتشتغل والفيديوهات تشتغل. شكر لمتابعتكم. ولكن انا عايز منكم طلب يعني انك تعملوا شير للفيديوهات دياتي لو عجبتكم. ومع اصحابكم مع الناس اللي هي تخصها المواضيع دي. وشكر لحضرتكم مرة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.